مرحبا بكم أيها الأصدقاء إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها قناة تقنيات فيمكنك الضغط على السبسكرايب وعلى زر الجرس تبقى على التدعي بمواضيعنا التقنية مرحبا بكم من جديد تدرقنا في الحلقة الماضية إلى استعراض أهم الأسباب التي تؤدي إلى غلق قنوات اليوتيوب بدون سابق إنذار وإلى كيفية استعادتها في أيام قليلة لكن إذا كنت تخاف أن يتم غلق قناتك خاصة وقد بدلت مجهود كبير لإنشاء مقاطع الفيديو ورفعها عليها ففي هذه الحلقة سنقدم لك آخر كريم شرح لكيفية عمل نسخة احتياطية لجميع فيديوهاتك قبل غلق قناتك على اليوتيوب بحيث سيتم تحميل هذه الفيديوهات بجودة كاملة وبذلك ستوفر عليك الوقت والجهد وتفادي تحميل مقاطع الفيديو بجودة سيئة باستخدام إحدى البرامج الخاصة بذلك وللقيام بذلك توجه في البداية إلى الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو بعدها ستظهر لك الصفحة التالية من خلالها ستجد جميع منتجات جوجل التي يمكنك عمل نسخة احتياطية لها بحيث يمكنك عمل نسخة احتياطية لكل أنشطتك على جوجل بلاس ورسائلك على الجيميل وأيضا ملفك الشخصي ومدوناتك على البلوغر وأنشطتك على متصفح الكروم وكل ما تقوم به على خدمة تخزين السحابي جوجل درايف وأيضا كل بياناتك على اليوتيوب بما فيها مقاطع الفيديو الخاصة بك وللبدأ في عمل نسخة احتياطية في خدمة تايك اوت الخاصة بكل منتجات جوجل ما عليك سوى اختيار حسابك على جوجل بلاس الذي ترغب بعمل أرشيف لكل منتجات عليه بعد ذلك اضغط على تحديد الكل لكي يتم تحديد جميع العناصر أو يمكنك اختيار العناصر التي ترغب بأرشفتها مثل إجراءات جوجل بلاس والجيميل الملف الشخصي جهات الاتصال ودوائر جوجل بلاس ساحة مشاركات جوجل بلاس وصفحات جوجل بلاس أيضا صور جوجل ومكتبتك على جوجل بلاي وأيضا البلوجر إذا كنت توفر على موقع أو مدونة على البلوجر فيجب أن تعمل لها أرشيف واستخدامها في حالة ما إذا تم غلق مدونتك وطبعا تقوم بتحديد منتج يوتيوب للحصول على نسخة احتياطية لجميع المقاطع التي أنشأتها وبجودتها الأصلية بعد تحديد العناصر المطلوبة اضغط على التالي وفي الصفحة التي ستظهر لك اختار نوع ملف الأرشيف إما Zip أو TGZ أو TBZ ومن الأفضل اختيار ملف Zip الآن قم بتحديد حجم الأرشيف بحيث يمكنك الاختيار بين 2 جيجا و 4 جيجا وأيضا إذا كانت لديك ملفات بحجم كبير يمكنك الاختيار بين 10 و 50 جيجا بايت في حالة ما إذا اختارت حجم 10 جيجا بايت مثلا فسيتم ضغط الملفات في ملف Zip 64 وقد لا تتمكن أنظمة تشغيل قادمة من فتح هذا الملف ما عليك سوى تحميل إحدى البرامج التي ستساعدك في ذلك بعد اختيار حجم الملف قم باختيار الطريقة التي تود أن يتم إيسار رابط تحميل بها ومن الأفضل اختيار البريد الإلكتروني بحيث ستتوصل برابط تحميل في الجيميل الخاص بك الآن اضغط هنا لبدء إنشاء أرشيف خاص بالعناصر التي قمت بتحديدها بالنسبة لي قمت بذلك مسبقا وقد انتظرت لساعة قريبا وتوصلت على بريد الإلكتروني بروابط الأرشيف مقسمة إلى 3 أجزاء للإشارة هذه الروابط ستكون متحة للتنزيل لمدة أسبوع فقط الآن اضغط على الجزء الأول ليتم تنزيله على حاسوبك ما عليك سوى الانتظار بعد الوقت وكما تلاحظ في الصفحة التالية تظهر لك جميع التفاصيل حول البيانات التي قمت بأرشفتها مثلا قمت بتنزيل 12 منتجا حجمه الكلي هو 3.96 جيجا بايت بعد تحميل الجزء الأول قم بتنزيل الجزء الثاني ثم الثالث وفي الأخير ستستخدم برنامج فقط ضغط زيب أو برنامج 7-Zip يتم تجميع هذه الأجزاء في مجلد واحد وبهذه الطريقة ستكون أخي وفرت عليك الوقت والجهد لتنزيل جميع الفيديوهات في قناتك على اليوتيوب وبجودة عالية ويمكنك الاحتفاظ بها في حالة ما إذا تم اختراق حسابك أو تم غلق قناتك بدون سابق اندار إذا أعجبتك حلقة اليوم فلا تتردد في دعمنا من خلال عمل لايك ثم لايك والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله